أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى نزول الشيوخ الأزهر إلى المقاهي هل هو جزء من حل لمشكلة عدم التواصل؟ هل هو جزء لابتعاد الناس عن الدين فعايزين نستعيدهم تاني إلى دائرة الحوار؟ هل هي محاولة للدعوة؟ ربماً البعض الآخر يرى أن هذا لن يحل المشكلة وأن المشكلة في زمن السوشيال ميديا والوصول من أكثر الطرق لا يحتاج إطلاقاً إلى نزول مشايخ وعلماء إلى المقاهي طيب يعودوا فين؟ قالت ده مكانهم المساجد مكانهم في التعليم في الأزهر الشريف مكانهم في اللي بيقدموه عبر وسائل التواصل المختلفة وهذا لن يحل المشكلة ما بين رأيين وأكثر يدور حوار الليلة مع ضيفية العزيزين الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري الشهيرة أهلاً أسهلاً أهلاً بحضرتك وزميلي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الصاوي رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر أهلاً وسهلاً يا أستاذ أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك ونحن هنبتدي الحقيقة من عند الدكتورة عود اسمحيلي هل نحن كمجتمع مصري في حاجة إلى أن يخرج الوعاظ إلى الشوارع وإلى ملاقات الناس وجهاً لوجهاً حتى في المقاهي وتبقى هذه الفكرة اللي بدأت من خمس سنين هي فكرة أساسية حالياً وأنا أعتمد عليها عشان يبقى فيه استقاء المعلومة الدينية من مصدر مباشر قريب ولا لا؟ خلينا استدعي مشهد رامي تاريخي أقول لحضرتك فيه كلما ألمت بالأمة مشكلات اجتماعية أو سياسية يندفع الناس للاحتماء بجدران الأزهر والكنيسة ولازم نقولي الكنيسة لأنه إحنا مش أنصر وحيد هو المسلمين في مصر طيب هنا الدعوة من الواضح أنه متبنيها شيوخ الأزهر الشريف اللي احنا بنسق في توجهاته الوطنية لكن هضرب كده مثل زي ما قلتلك احنا احتمينا بالأزهر مثلاً تاريخياً ذهب القم السيرجيوس لما حصل صورة 19 خطب على منابر الأزهر الشريف كان الأزهر يفتح أبوابه فيأتي أبناء الأديان الأخرى ليتحدثوا من منابري لأننا أمة تجمعها المصرية وليس الإسلام أو المسحية أو الهودية طيب الزعيم الخالد جمال عبد الناصر لما راح قال سنحارب وقف على منبر الأزهر الشريف إذن الأزهر يفتح أبوابه ويستقبل السياسيين المستغيسين بهذه الروح والشيوخ اعتلهم المنابر الكنائس مش كده وهنا عاش الهلال مع الصليب والكلام اللي احنا سمعناه حقول مثلاً يصرخ مكرم عبيد أنا مسيحية ديانة مسلم والثقافة فيحدد كده الثقافة هي التي تعم المصريين يهتفوا في جنازة الزعيم ويسا واصف اللي مات بعد سعد زغلول مربع سنين سنة واحد وثلاثين إشك الظلم لسعد يا ويسا ليه هو راح يقبل سعد فين؟ وهنا سؤال الخيال الديني عند المصريين هل تخيل حسب التصورات اللي بدأت المعتقدات الدينية والله ده رايح الجنة لا ده رايح قبل سعد زغلول لأن الكيلة هما أنبياء الوطنين فإذا دي كانت مصر في المقابل بعش المشهد تكتمل الدراما منهج حسن البنة كان الذهاب إلى المقاهي والتجمعات غير المنضبطة فهنا لو أنا قلت أنا هروح بمنهج حسن البنة الذي كان يهدف أهداف سوداء ولا هروح أحتمي بقى بالكنيسة وبالأزر جوه هذه الجدران فليذهب الناس ليصبح الحديث منضبطا ليه لأنه لا أضمن لهؤلاء الوعظ أنه هنا العرض ما قالش يذهب القساوسة والشيوخ على طريقة صورة 19 إنما هيذهبوا هنا ما الذي يضمن له حالة الانضباط عندما يتحدث الشيخ الفوضل زي ما شفناه لازم أضمن حالة من الانضباط عندما يتحدث ولا أفاجأ بمشاهد الفوضى والارتباك وبعدين هنا لو راحوا للمقاهي لماذا يذهب الناس إلى المقاهي ليتخلصوا من بعض الهموم اليومية ويريدون لعب الطاولة وكذا فإذا راح أحدهم يكلمهم وإحنا فاكرين للمشاهد الأديمة لمسلسل الجماعة إنه راح المقاهي عشان يتكلم في موضوع يخرج به عن الأزر الشريف نحن نريد أن نحتمي بالأزر الشريف وبوطنيته داخل جدرانه وليس بهذه الطريقة إلا إذا كانت من ضغطها طيب أستاذ أحمد هي جوابها في السؤال الحقيقة أنا عايز أنطلق من هي فكرة لماذا فكر الأزهر الشريف في هذه الخطوة وبحثا عن إيه أولا هي المسألة ليست المقاهي في حزب لكن فيه زي خطة وعظية مكتملة وعظ الأزهر بيروحوا المقاهي بيروحوا النوادي بيروحوا مركز الشباب بيروحوا السبون بيروحوا المستشفيات بينظموا قوافل للمناطق الحدودية وقوافل وعظية للمناطق الحدودية وبالتالي هي محاولة للاتصال المباشر بالناس ومش كل الناس فكرة التواصل عبر السوشيال الميديا بتبقى مقنعة ومش كل الناس عندها الدأب إنها تروح لحد الأزهر أو لحد المكان لكن أنا عايزة نطلق من الكلام اللي قيته الدكتورة هدى عن فكرة حسن البن مش عيب أبدا إنه تكون فيه طريقة استخدمت بشكل اللي بس أفكار معينة يعني لو حسن البن نزل المقاهب ما ننزلش المقاهب ده معناه إن إحنا نترك الشارع زي ما حصل سنين طويلة لهذه الطيارات ونقعد قاعدين في الجدراء خلف جدراننا منتظرين الناس تجلنا وده الحقيقة ده خطأ كبير حصل بالذات من أول فترة السبعينات والدكتورة هدى تصحح لنا إنه للأسف الشديد منذ هذه الفترة خلقت كيانات وعززت كيانات موازية للأظهر الشريف وبالتالي هذه الكيانات احتلت الشارع واحتلت مساحات التواصل المباشر مع الناس وده اللي خلق الأزمة اللي احنا فيها دلوقتي أو اللي احنا عشناها ما بتشوفش إن الزمان اختلف وأصبحت الوسائل والأدوات مختلفة قوي يعني حسن البن لم يكن لدي وسيلة ولا منصة يستطيع أن يخاطب فيها الناس فقرروا أن يروح لهم حيث التجمعات ما هو التوجه ده رايح للناس اللي يعني الناس مش كلها متصنفها على نفس الكاتيجورية لكن فيه شغل بتعمل على السوشيال ميديا بيعملوا الأظهر بتعملوا دول إفتاح بيشتغل على السوشيال ميديا وفيه شغل مباشر وكان مهم إن احنا نشوف ردود فعل الناس الناس بتقول إيه على هذه التجارب أنا ممكن أن أقل حضرتك أنه مثلا لما المجمع البحث الإسلامية عمل ركن للواعظات في معرض القاهرة الدولي الكتاب حضرتك ممكن تشوف الإحصائيات الإقبال عليه كان شكله كان إيه كان إقبال عظيم يعني عليه من خلال الناس اللي يعني سيدات عن ده استفسارات وعايزة تقعد مع واحدة سبت وجهاً لوجه بشكل فيه خصوصية مش بتسأل على سوشيال ميديا مش بتسأل على التليفون في برنامج فحد من أسرتها يعرف صوتها صح ففيه شكل من التواصل المباشر ده جزء من مبادرات اجتماعية كتير بيعملها الأظهر الشريف كلها لها علاقة بفكرة التحصين الاجتماعي يعني مثلا الشيخ في الفيديو في الفيديو ده كان بيتكلم على إنه إحنا عندنا لجان مصالحات عندنا لجان الأظهر مثلا عمل برنامج وحدة اسمها لم الشمل على الويب سايت أو رقم ساخن حالك بتتصل حتى لو أنت مش صاحب الشأن يعني ممكن حالك تتصل تقولهم والله ابن عمي فلاني فلاني وزوجته عندهم مشكلة بياناتهم كذا 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 هم بيتواصلوا معهم بعد ما يستأذنهم أن هم مستعدين من الأظهر أنت بتستخدموا كل الوسائل كل الوسائل ليه؟ هل لأن الأظهر لم يعود جاذبا؟ يعني معديدش الناس بتروح للأظهر زي ما الدكتورة هدى بتقول أقول لحضرتك أقول لحضرتك ممكن حضرتك تبعت الكاميرا للجامع الأظهر تشوف الأروقة الأظهرية اللي أعيد افتتاحها والدروس اللي فيها وجداول الحصص اللي فيها اللي الناس فيها مقبلة عليها عاش الهلال مع الصليب يبقى فيه حرص بالغ على وضوح أنه القساوسة تسير جنبا إلى جنب وهي تمسك بيد الشيوخ ويقول سعد زغلول أول ما يكون لجنة الدستورة 30 شخص يجبه الأسامي الصفوة اللي هتبقى 20 مسلم 7 مسيحيين 3 يهود فيسألوا أو يهود أيضا يا سيادة الزعيم يقولون أو ليسوا مصريين فهنا تغلب فكرة المصرية القومية على فكرة التنوع الديني فيبقى موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي وكل اللي هو النبي يصلي عليه بس كله يشتغل لمين لحساب هذي الأمة في الحالة دي إن شايف أن ليفها تفرقة وإن كان يجب يكون فيه تنصيق مع الكنيسة بحاجة زي تلك ده بكل تأكيد لإني لو تخيلت المشهد الدرامي ماذا لو إن خمسة ستة مسيحيين قاعدين على المقهى وصاحب المقهى قال دلوقتي الشيخ فلان أنا حرصا على هيبة الأزهر وهيبة شيوخه مقدرش عرضهم لموقف هنا يعني لا أهز هذي الهبة ولا أحب أن أمستها بحيث أنه يدخل في تجرب لا أنه مدخلوش تجربة تمجح ولا تفشل هي مواقف لا تليق ولا تليق بالأزهر ولا كل من ينتمي فكرة نجاحها وفشلها ما هيش سهلة مش زي تجربة في المعمل فطبعا لما يجي يتكلم وبعدين هنا المسيحين يشعروا في اللحظة دي إيه عليهم إما أن يغادروا المقهى أو يذهبوا إلى مقهى للمسيحين يا حلاوة وإحنا هنقسم مصر تاني إلى فريقين عشان ندعو للتناحر الديني اللي احنا بنحربه بفكرة أننا الكل في واحد ونحن واحدة والله رؤية منطقية جدا جدا أستاذ هودا وده حيدفعنا لأن احنا نسأل السؤال ده يعني إذا كان بالفعل هيبة الأزهر على المحاك وكل من ينتمي للأزهر زي ما قالت الدكتورة هودا لن تكون فشل أو نجاح تجربة نزول الوعاظ لكن فشل أو نجاح الأزهر قدر ما قرأت أن هناك تجهيز وإعداد معين للوعاظ اللي هيحتكوا بالناس دول لأن طبعا على القهوة العاطل والباطل وكل الأشياء بالتأكيد ايه نوعية الإعداد اللي بتتم لمن يتم اختيارهم علشان ينزلوا للوعاظ المجتمعي المباشر وهل يطر بالفعل إمكانية أو فكرة التنسيق مع المؤسسات الدينية الأخرى وردة ولا غير وردة هو طبعا يعني اللي الدكتورة هودا بتقوله ده جزء من شغل الأزهر لسه يوم الاثنين اللي فات كان الأزهر والكنيسة بيحتفلوا بمرور عشر سنين على تأسيس بيت العائلة وفيه برامج كتير بتتعامل ما بين الأزهر وما بين الطواقف المسيحية كلها تحت مظلة بيت العائلة في هذا الموضوع فيه جماعة اسمها جماعة أصدقاء بيت العائلة بتتأسس في المدارس وفي المعاهد الأزهرية وبتعمل ندوات وبتعمل شغل مشترك يعني الدكتورة هودا بتتكلم عليه موجود بالفاع تحت مظلة بيت العائلة يعني الأزهر عنده مجموعة من الأزرع في داخله كل جهة مختصة بهم معين وبالتالي ما فيش إهمال فيه داخل الأزهر مركز الحوار الأديان بيشتغل بشكل أكثر نخبوية مع الجهات الدينية الأخرى والهيئات الدينية الأخرى مسألة تعرض الشيخ لإحراض حسبنا حساب هذه المسألة يبقى الشيخ المفترض حتى ما يظهرش على السوشيال ممكن حد يتنمر عليه في تعليق طب هل بيتم إعدادهم لو فيه أي رد فعلي يقدر يتعامل معه؟ بالتأكيد فيه إعداد فيه إنه يقدر يستوعب المواقف المختلفة ما فيش طبعا هو ما بينزلش بشكل عشوائي يلف على المقاهي بيبقى فيه تنصيق بيبقى فيه استئزان للمقهى ومن يوديل المقهى يعني ما فيش ما بيفردش نفسه ما بيفردش نفسه على ما بيفردش نفسه على المقهى إنه يكون فيه مسيحيين قاعدين أكيد ممكن يكون فيه مسيحيين قاعدين وده ممكن يبقى مدخل كويس للكلام في مسائل لها علاقة بالمقهى وطنية بالتهاني بكل الأضايا اللي بتشغل الناس ولها علاقة يعني ممكن يغير ويدير حوار مشترك للتنين ممكن يدير حوار ما فيش ما يدعو أصلي في النهاية اللي بيسأل الشيخ بيسأله عن جوازي وطلاقي أعتقد ده مسألة ما تسيرش المسيحي في حاجة بيسأله عن معاملاتي بيسأله عن الورث بتاعي أخويا واختي وورثنا نوزعه إزاي بيسأله عن المشاكل اللي هي بتبقى كلمة عامة لكل اللي قاعدين ولا بيختار مجموعة ويقعد معاها هو بيعلن عن نفسه أجماعة أنا موجود في هذا المقهى اللي عنده سؤال يتفضل والناس بيجي تسأله لكن مش بيدي محاضرة بشكل عام لكل اللي قاعدين بيدي محاضرة عامة مش هيروح يقول لهم النار ده حرام والطاولة حرام فيقول لك ده جايز دي أعلينا الدنيا الحقيقة هو رايح أكيد هو رايح أهوة وعارف أنه رايح أهوة يعني أنا قصدي خطاب اللي بيروح القهوة بيختلف لما يطلع من القهوة يروح مستشفى مثلا بيروحوا مستشفيات وبيروحوا يتكلموا مع أهالي مرضى ومع مرضى يعني كده هم لازم ياخدوا كرسات إعداد للتعامل مع الناس في الأماكن المختلفة كل مكان له خطابه فيه تدريب طول الوقت مستمر داخل الأزهر للوعاز فيه أكاديمية للتدريب داخل الأزهر أكاديمية بتشتغل كل يوم سواء على الوعاز فيه بروتوكول بينها من وزارة الأوقاف لأئمة المساجد وبتستقبل أئمة من الدول من الخارج فيه أكاديمية التدريب بتشغلك كل يوم عندها برامج وكل يوم عندها محاضرات وكل يوم عندها دفعات بتتخرج طيب دكتورة هودا احنا شعب بطبيعته الدين داخل في كل حاجة سواء كان بمفاهيم صحيحة أو خاطئة مش جايز يكون ده جزء من الحال طالما الدين داخل في كل شيء ان احنا نروح للناس ونقعد نتناقش معاهم في الدين ونقول لهم طلعوا اللي عندوكو ونوصل لهم المعلومات الغلط المتراكمة طول الوقت فيبقى عندنا لو الوعاز مع الدين بشكل جيد انهم يقدروا يصلحوا ويقدموا وفكرة الخطاب الديني تبقى وسيلة جديدة لان نقدم خطاب ديني مختلف طيب هقول لحضرتك احنا يعني مش بنبتدي من السفر بدليل انه عندنا المنصات الاعلامية القومية والفضائية مليانة كلها افسحة المجال للحوار الهادئ المنضبط اللي بيقعد فيه رجال الدين والغالبية هي القنوات التي يظهر فيها رجال الدين الاسلامي ويتلقوا المكالمات التليفونية اللي بتحفظ الخصوصية يعني انا ممكن ما اقولش اسمي للشيخ عشان اقول له القصة اللي انا بعاني منها فنضمن الحفاظ على الخصوصية من ان تباح خصوصيتي للعامة لو اني قاعد على القهوة وبتكلم زوج بيتكلم عن مشكلته الزوجية او الاسرية با مش هيتكلم قدام الناس اللي حيروح يقعد مع الواحد على جنب على تربيزة طيب اذا هنا المسألة دي انضبطت قبل كده في الحوار الهادئ المنضبط بين المشاهد ورجال الدين اللي مسكين الرشدة لبعض الامراض الاجتماعية وهنا لازم انبه لحاجة مهمة جدا يعني هل نحن نؤهل انا ده سؤال مجرد سؤال رجال الدين بالمعرفة النفسية السايكولوجية والاجتماعية ليه لانه الرد الديني هو يرد على جانب مهم لكن الجوانب النفسية ودول في الشريعة الاسلامية اسموهم ايه أصحاب المصالح المرسلة مش منا خاصص في الشريعة طيب المصالح المرسلة مصدر من مصدر الشريعة الاسلامية ولما سألنا ايه المصالح المرسلة قالوا المتخصصين يعني مثلا في مجتمع أنا مش لقي في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ولا في إجماع الأئمة فكرة الجمرق طيب ولكن مصلحة الأمة الاقتصادية ننعم الجمرق مين اللي يقرر ده رجال الاقتصاد وهنا رجال الاقتصاد رجال الاجتماع رجال علم النفس دول اللي احنا بنسميهم أصحاب المصالح المرسلة اللي بيلجأ لهم المجتمع فهنا أنا يعني فكرة أنه أصحاب المصالح المرسلة دول هنلجأ هنقول لرجل الدين أنت تمثل بعدا أساسيا وهما في الشخصية المصرية لكن ما الذي يمكن أن نلجأ لازم ألجأ بقى للطبيب النفسي وللطبيب الاجتماعي عشان يقول لي مثلا نسب الطلاق زادت في المجتمع المصري هل حلها سيأتي برجال دين فقط ولا بناس تشرح لنا أنه الزواج فقد هبته القديمة أن الزواج وقعت الأسرة في مهب الريح هنا إذا خلت رجال الدين فقد أوقعتهم في مأزق كبير لأنها حملهم هموم لا طاقة لهم بها لأنه عندهم إجابات دينية وماذا عن الإجابات عن الخبرات الاجتماعية والتفصيلية إلى آخره فهنا يعني حسأل سؤال إما أن أحولهم لخبراء نفسين واجتماعيين وبتوقع علم النفس وعلم الاجتماعي يروحوا ولا هم نفسهم يتلحموا مع خبراء نفسيين واجتماعيين فيصبح الأمر متاحا للمجتماعي هي الثاني دعوة بتأديمها النهاردة يا دكتورة الدعوة الأولينية ليه ما نستقش مع الجهات الدينية والمؤسسات الدينية الأخرى زي مثلا الكنيسة ويبقى عندنا نوع من أنواع المشروع المشترك للنقل الوعي للشوارع والحاجة الثانية ليه ما نستقش مع المتخصصين من علم النفس والاجتماع وننزل برضو بشكل مشترك أنا قلت لحضرتك أن موضوع الكنائس حاصل لكن أنا قصد في الحملات دي بتاعة المقهة الثقاف بتنفذوا مؤسسة أخرى تابعة برضو مشتركة بين الأزهر وبين الكنائس بالنسبة للمتخصصين يعني أنا أنا بادعو الدكتورة هودا أنها تيجي تعمل معايشة تشرفنا في الأزهر الشريف في وحدة لم الشمل وهي جزء من مركز الأزهر العلامي للفاتوة الإلكترونية وتشوف الناس بتشتغل إزاي اللي أنا عايز أقوله أنه الأزهر الشريف هو بيت خبرة كبير بمعنى إيه أنه عنده الخبرة الفقهية والدينية لكن أيضا عنده التخصصات يعني مثلا في المسائل الطبية الأزهر الشريف عنده ست كليات طب بعضاء هي تدرسهم تلت كليات صيدلة تلت كليات علوم تلت كليات طب أسنان اتناشر مركز بحسي طبي يعني في النهاية الكلام دايما بيختزل عن الأزهر باعتبار إيه اللي بيخلي مؤسسة دينية فقط إيه اللي بيخلي الشيخ يتكلم في الاقتصاد الشيخ بيتكلم في الاقتصاد وأنا جوه الأزهر عندي كليات تجارة وكليات وإقدارة أعمال وعندي الحاجات دي وعندي الناس اللي بستفتيها الشيخ بيستفتيها في المسائل الاقتصادية والمالية المتعلقة بالمصارف المتعلقة بالبنوك أكيد هو ليس مؤسسة دينية فقط فبالتالي أنا أعتقد أنه بيت خبرة كبيرة زائد أنه مجمع البحث الإسلامية والدكتورة هودا أكيد تعرف هو بيضم خبرات حتى غير يعني مش شرعية مش متخصصة في الشارع فيها أطباء وفيه مصرفيين وفيه أساسة اقتصاد يعني في النهاية فيه حالة تنوع زائد أنه الوعاز اللي بيروحوا المقاهي بيحيلوا للمشاكل إلى المختص يعني بمعنى أصح إيه أنا رايح لفكرة التسقيف العام لكن أنا عندي مشكلة قابلت مشكلة مع شخص عنده مشكلة في الميراس أنا بدعوه هو واللي عنده مشكلة أنت هتروح المكان الفلاني هتقعد مع الناس هيشوفوا إيه المشكلة فيها فيها ناس بتوع قانون فيها ناس شرعيين يعني من فيهلوا كل المشاكل اللي أنا عايز أقوله حبيبك إنه وحدة لم الشامل مثلا الإحصائية بتاعتها بتسجل المحاضر في خلال السنتين اللي فاتوا متقدم لها حوالي 68 ألف طلع كل الأخبار اللي بتقولها لنا أستاذ أحمد الحقيق إحنا النهاردة بنفتح الموضوع بس علشان نشاور للناس على الموقف الحالي إيه وبنحاول نفتح معاكو تجربة جديدة بيقبل عليها مؤسسة كبيرة دينية وعلمية وزي ما كلنا عارفين إحنا طبعا يعني بنحيي كل الجهات اللي بتمدق ديه علشان البلد تبقى دايما في الأفضل والدين هو بالفعل عنصر أساسي جدا في حياة كل المصريين كان لازم نطرحينا الموضوع والنقشه مع ضيوف متخصصين ناخد منهم المعلومة الصحة إحنا بنشكرهم جدا طبعا لمشاركتهم النهاردة وقتنا خلص للأسف دكتورة هودا زكريا طبعا بتوعد تتذكر وعند شايفة عندي من أفضل الناس اللي تاخد منها قراء في الاتجاه صحيح إحنا بنشكرك جدا لمشاركتك النهاردة وإن شاء الله يكون معنا جزء تاني بالنقش فيه الملف ده بنشكرك جدا هو ملف مهم لن يتوقف شكرا للدكتور هودا زكريا بنشكر حضرتك جدا أستاذ أحمد الصاوي رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر بالمناسبة يا جماعة إحنا وإحنا بنختم أستاذ أحمد بما إنه معنا خبر الحلو لو تتذكروا رحلتنا من الدويقة للأصمارات التلت أطفال اللي كانوا موجودين معنا هنا البكرة عندهم دراسة في أرواقة الأزهر وتم قابلهم بالفعل والدتهم إن شاء الله شهر إيه حتبتدي؟ أنا عايزة أشكر مولانا فضيلة الإمام الشيخ طيب لأنه أرسل لي من شهر أحدث مجلداته الرائعة القول الطيب يعني هذا المجلد على رأسي وبيأكد لي حاجة مهمة قوي إنه صلة علماء الاجتماع بعلماء الأزهر الشريف صلة قوية وعظيمة وصيل قوالاتا قطع احنا مشكركوا جدا مرة تانية حلقتنا النهاردة خلصت خلاص لكن إن شاء الله بكرة لنا لقاء تاني وحديث القاهرة دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة وغدا حلقة جديدة القاهرة مدينة لم تبوح بكل أسرارها بعد مصر بخير تلمنتو بخير تصبع على خير ترجمة نانسي قنقر